ما تزال المعارك في أوكرانيا مشتعلة على جبهات عدة الشمالية الجنوبية والشرقية دعونا نطلع على هذه الخريطة التي سأظهرها أمامكم ونتجه إلى الجبهة الجنوبية في هذه الجبهة الاستراتيجية كان هناك تضارب في المعلومات تصريحات بين وزارة الدفاع الروسية قالت إنها سيطرت على خيرسون في هذه المنطقة الاستراتيجية في حين أن تنفي ذلك أوكرانيا السيطرة على هذه المدينة يسمح للقوات الروسية بالتقدم باتجاه أوديسا وفصل كامل الشريط الساحلي عن الجيش الأوكراني كان هذا في الجبهة الجنوبية الآن إذا ما توجهنا إلى الجبهة الشرقية محور خاركيف هو محور مهم عقدة مواصلات يمكن القوات الروسية من التقدم نحو الجنوب والالتحام مع القوات القادمة من الجهة الجنوبية الشرقية لأوكرانيا في إقليم دونبس أما في الجبهة الشمالية إذا ما توجهنا إليها فالتطور الأبرز كان إعلان القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط مقاتلات روسية في معارك جوية أما الجيش الروسي فحاول الاقتحام بالمدرعات من الشمال والغرب طبعا استخدام سلاح المدرعات كان من الملاحظ أن حالات الالتحام المباشر بين الدبابات قليلة التكتيكات العسكرية الحالية تعتمد على أنماط مختلفة عما كان يحدث سابقا في الحروب الجنود الأوكرانيون يعتمدون في حربهم لإبطاء تقدم الدبابات الروسية على صواريخ محمولة على الكتف طالما سمعنا بصواريخ جافلين إلا أن آلية الإطلاق التي قد تتوقعونها هي الاتجاه مباشرة إلى الدبابة لكن هذا الجزء من الدبابة هو الأكثر تحصينا صواريخ جافلين عندما تطلق على المدرعات عادة ما تنطلق إلى الأعلى ومن ثم تتجه لتصيب برج الدبابة الذي يكون عادة أقل تحصينا لهذا يتم استخدام هذا الأسلوب في الصواريخ هذه الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بعدد كبير من هذه الصواريخ التي تلعب دورا هاما في إبطاء سرعة تقدم القوات